نروح لرمضان سريعاً رمضان صبحي لكي تقال الفترة اللي فاتت أن صفقة القرن أو المسمى اللي بقى في كل مركاته صفقة القرن هو رمضان صبحي نحن عندنا 40 قرن أصلاً كل سنة في صفقة القرن كل سنة بقى ويتعمل مع القرن أنه سنة رمضان صبحي الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع رمضان صبحي على الإطلاق لحد دلوقت لكي يبقى فيه متغيرات في الموسم لحد دلوقت الزمالك لم يفاوض رمضان صبحي ولم يفاوض بيرامدز أيضاً بيرامدز لم يفكر فيه رحيل رمضان صبحي حتى الآن رغبة رمضان صبحي هي لو هيرحل عن بيرامدز هيطلع لأوروبا ولا الأهلي دي السوابت اللي موجودة ولا الأهلي طالما لمست رمضان صبحي يرغب في العودة للأهلي ده يعني 100% خلينا متفقين ولكن أعتقد أجري معملك زي دلوقتي رسولي عملك بص اللي هو رسولي رسولي عجل نسوا على رجمي لا يعني أنا عادي لا 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 رمضان وديك مفاجأة وفي رغبة دول الأهلي لو في رمضان ممكن احتمالاً أنه يرجع أن يرجع شوف أنا أقول لك هي هتفن معاً لحد دلوقتي حشان يعرف من الجملة دي لا أنا بقولك إن الأهلي لو في رغبة رمضان أنه يرجع هيبقى عايز يرجع رمضان ورمضان عايز يرجع والرغبة مشتركة ما بين الناد الأهلي وما بين رمضان صبحي للنادي الأهلي طول ما مجلس الأهلي اللي بقفلها لك هو مش دلوقتي طول ما مجلس الأهلي دا موجود لن يعود رمضان صبح للنادي الأهلي الناد الوقتي ولا بعدين مليون في المائة لا لا بقولك معلومة مليون في المائة حيث أنا أقولك حاجة عضوء خبراتنا كلنا يعني في الشهور هنا إنه آه يعني مثلا لو تصدت بحد بإدارة النادي الأهلي هيقولي لا رمضان مش هيلجع بس فيه تفاصيل تفاهمها بتحصل الباب مغلق إنه إحنا نقعد نتكلم تتسوى إزاي إنه رمضان يرجع تاني ورمضان كان مننا في الأول وممكن يكون غلط وكان فيه ثوابق قبل كده في الأهلي اللي عيبة غلطت وحصل يعني اعتذارات وفالأهلي يوافق يعني ممكن تتسوى عشكاء أنا على فكرة أنا ميال لرأيك وهو ده لنا عارفه إنه الأهلي رافض عودة رمضان الصبحي كإدارة من حيث المبدأ ولكن الرأي هو بقى بس أنا مقتنع إنه دايما فيه متغيرات بتحصل مان هرجع أقولك تاني رقم واحد رقم واحد أهلي بيعديش جماهيره تحت أي شكل من الأشكال يعني مش يعمل أي قرار يخصره عشرة فمئة من جماهيره لو أنا خرقت بدون قطع كلامك معليش يا جماعة لو أنا خرقت كأدارة وقلت رمضان صبح يا جماعة وبيان اعتذاره محترم وبعتذر والواقعة واللي حصل هو القصة وبتاع وفلترت الموضوع كده وبلورته بشكل كويس جدا للجمهور هيستميل شريحا من الجمهور لكن الغالبية العظمى والجمهير النادي الآن هتفضل رفضة بعد رحيل رمضان صبحي